هي الكيدية السياسية تنخر كسوسي في حياة المواطنين وهذه المرة من باب خدمتي شلال عمل في بلدية الجديد الساد البشرية بعد استقالة 11 عضوا من المجلس لأسباب غير معروفة أو غير مبررة ورئيس البلدية يوضح للأم تي في من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة يا ليس المر ورح أقول لك ليس المر مش عالغ أكتر من هيك خلي غير يسميك دولة الرئيس لأن دولة الرئيس بيك كان دولة رئيس عجد أنت ما بتستهلها أنت وكم نايب من الدواب اللي هدي فيش لين ومش واصلين واللي إجوا هيك حليش حموس ومش رشحين بالانتخابات هايك بكل بساطة إجوا جاي مجي تتعمل توحد ضد وتسحب الشباب من بين إيدي تجي من بعد كذلك حمل سلحيتك ومصرييتك المصرييت اللي جايبوا من صدام حسين ومن هون ومن هون اغتنات فيهم تتحاربنا فيهم وتتحل البلديات حق بلدية الجديد بالتصرف في أرض في المطمر بقرر من وزير الأشغال العامة لم يعجب بعض المستفدين من بقاء المطمر وتوسعه عم بيحلوا البلدية الكبار مش الزغار ليش عم بيحلوا لأن المطمر بالأساس نحن فقلنا بنيت ألف متر هاودي للبلدية مفروض يكونوا لبلدية قلنا ولا برش حموس لأن هون طامينوا لخواجات وقابوا لإيامة كيف بدنا نقيم دعوة عليهم تحريك الأعضاء صارت من جماعة هني عم بيقبضوا من المطمر وعم بيعيشوا من المطمر وكل آخر شهر في عندهم قبضوا من المطمر مرة تانية رح أقول أسامة الاستقالة الجماعية عطلت أمور المواطنين فما رسالة رئيس البلدية لهؤلاء بكل بلديات فيه قضاد فيه ناس معه فيه ناس ضد الشباب اللي معنا أهم شيء أنه نحن بدل ما أنه نشتغل لمصلحتنا ونطالب بحقوق مصلحتنا وبحقنا من الشيء اللي عم بصير من المطبر رحوا استقالوا بلدية كبرى وكهاند أسه اللي موزدوا بيع المنطقة إذا بصارش فيه انتخابات وامدوا يروحوا شو بدوا يعملوا الحملة واضحة إذن وما جرى ليس بريئا في وقت لا شيء يؤكد حصول الانتخابات البلدية في موعدها في أيار المقبل حتى الساعة